صراحة اليوم 19 شهر كنا متوقعين بأنه غيكون الإعلان على أن الملعب محمد الخامس غيكون وجد باش يعينو ويبدو في إن شاء الله اللقاءات اللي باقين فكنتفاجأوا حاليا بأنه الملعب باقي موجد خصوصا في المحيط اللي اللي على براء باقي الحجار اللي كهدت سلامة دل الجمهور أو لحثة الساكنة اللي كنات ماكين فالحدثة بقية ما فهمنا الشركة وش هم البلغ اللي دارو فقط باش انه ميسكتون احنا الجمهور ديال البيضاء ويبسيب العام ما صفاريق الراجع بيضاء ويصفاء خاصة فقالوا لنهار 19 غي يتحل دونو مشينا والبارح قينا بموانو الدرس حبيب مواطور ملقينا ذك الشي الحجار باقي ذك الشي اللي كهدت سلامة المواطن باقي الحجار والحديد ومعارش ناويش حوج خرائي مكيني ما الحدثة بقى التساؤل الى متى هذا الاستهزاء بالجمهور البيضاء لانه احنا بالنسبة لنا الملعب الضال البيضاء هذه خمس سنوات وانا كنا نعيش نفس الأزمان نفس المشاكل فكنتمنى ان شاء الله انهم يلقوا لنا حل ويتفتح الملعب محمد الخامس للموسي المقبل ان شاء الله كيف مما كتعرفوا علاو الدونور يعني هذا الموضوع اللي شائع فاتسيما ندي علاو الدونور كنخصو يتحل بارح كنخصو محيدو الشركة اللي هي كتصهر على يعني كتصوب يعني دونور كتقاددو هذي كتصوب اللي زمناج موديال وذك شي من اللي مشينا سيدي لقنا باقي ذك شي زبال حاشاكم وذك شي باقي باقي على براه هو مهم شا نقوله علاقبل الشركة المكلفة علاقبل دونور تتكلف به هو ما عطعتنا شي ما عطعتنا شي سباب معين باش نعطي شي مبرير باش نعرفوا بالليل تشيران وش تصول الله باقي حيط الان مقام شافوه واتما طرح نعين به لان باش يكون ملعب بحال دونور ملعب يعتبر من الملاعب الكبرى يبقى تل هاد الأوين هذي باقي ما تصلحش وكينين انديين لغير لعبوا مقابلات مصيرية خاصة لان هذي مساء العيب أنهم يلعبوا في ملاعب صغيرة وغادي تكون مثلا مقابلة كي يشهد العالم كامل بالأخص هذي المقابلة المصيرية اللي ستتجمع بين فريق الويداد البيضاء والتراجي التونوسي يعني هذي المقابلة في حد ذاته هذا في حد ذاته رأي يكون دافع قوي باش يتفتح تيران